سارة أهلين شخ بارك أستاذ أنا بخير عزيزتي شو رأيك باللي بيصير يا سيدة سارة والله شي عجيب عندي كتير نقطة أريد أحكي فيهم بس بالأول إذا حكينا على طريقة سلوان هو حقه أنه يعطي يطرح أي موضوع أو يسأل أو يكون عنده آسفة على اللي صار أستاذ آسفة على فضل يا سيدة يعني أنت قلت نقطة كتير مهمة أستاذ لما شفت ردت فعل بلد كلها وشعب كانت ردت فعل رجعتنا لوراء أنا من نظريتي لأن الطريقة كانت غلط أما حقه لأنه إحنا كنا أنا من ناس لي عندي أسئلة في الطرات وفي القرآن بحكم أنني مسلمة وما أتقبل أشياء وعندي مليون سؤال بدون جواب أوكي لكن طريقة طرحة راح تخلي الكرة هو ما أصلا البنية التحتية عندهم كرة المفروض لازم نلاقي الطريقة اللي توصلنا لحل توصلنا لإنارة ولكن ما هي الطريقة يعني خليني أنا كمان أفهم يعني هذا الكلام سمعته أكثر من مرة اليوم ما هي الطريقة التي ممكن يخلي المسلم أو العالم الإسلامي يتقبل نقد قرآنهم ويتقبل نقد نبيهم وإلههم أوكي هو الصعب لأنه كارتي طرح عقول خطيرة ما تتقبل إذن ماذا يختلف إذا فعل السلوان هذا هو لم يفعل يعني ماذا يختلف عندي إذا أنا قلت والله نبيك تزوج طفلة عمرها تسع سنوات أبين أني أروح أحرق القرآن إذا هو نفس العقلية انتفق معك لكن في فرق مثلا أنا الله أعلم أشوف إذا ممكن كان تحدى أحد من العلماء مدام هو في بلد الحرية وعنده عنده هاد الكارت يستعملها بالطريقة غير يجيب هاد الناس علناً ويقولهم أنا جاي أحرق هاد القرآن وهاد الطرات اللي ما عطاني شي أتحداكم واحد فيكم يغالطني ويصير علناً ومباشرة كان رح ينحرجون قدام مليار ومليارين مسلم لا بس رح يطلع لك مجموعة علماء يقول لك لا هذا الكلام الناس يخطئون ويلفون ويدورون مثل ما بيفعلوا خلال مئات السنين كل واحد يطلع يقول كلمة الشكل قدام هذول الناس يقول لا احنا ما بنعملوا احنا ما بنسويوا احنا ما بنقول بينما قدام مع بعضه في المساجد يقولوا بهذا الكلام وهذا الذي قطع عليهم سلوان سلوان في نهاية المطاف وقالوا ماذا قرآنكم وهذا اللي موجود فيه والآن الناس كلها رح تروح تقرأ القرآن بنفسها تشوف شو هذا القرآن اللي عمل هذه الضجة المفروض هاد اللي لازم يصير يا الواحد يتسير ردة الفعل انه يطنشوا ويكونوا مقتنعين بدينهم وسلوان ما رح يغير شي بالموضوع او يتساءلون شو شو مغزة وشو اللي خلاه يطلع من ديننا اللي مفروض يكون هو الأفضل يعني المفروض لا سلوان ولا غيره ما لازم يطلع منه اذا هو الأفضل هو لا لا وسلوان اصلا مش مش مسلم يعني وسلوان كان مسيحي كان مسيحي لا يهم في كتير يعني فيه كتير مسلمين يطلعوا من الاسلام شي عادي يعني المفروض اذا دين كامل كيف ما يوصفوه المفروض ما يكون في اغلاط ما يكون في شك ما يعطونا مساحة نشك ونسأل بس في اسئلة والمفروض يتقبلون اسئلتنا المفروض يتقبلون طرحنا للمواضيع او الشكوك اللي عندنا بس تصير عملية قمع ترى ما هذا اللي موحلو في في الموضوع مع الاسف بس انا ما ضد انه كل واحد يعبر يعني شوف احنا بالاخير ببلد اوروبي ها ما راح نعاتب ببلد كلها يعني اذا نحكي من 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 سياسيا اللي صار يمكن سعودية اللي لازم تتحرك ولا واحد فينا يتحرك بس ما بتشوفين انه هذا الكلام ممكن يخلي حتى السعودية تتحرك اظن راح تتحرك يمكن اذا تحركت قبل بطريقة غير مباشرة يمكن تتحرك بطريقة مباشرة حاليا الله اعلم بس احنا كمسلمين او البلدان الاسلامية لانه احنا كنا نتبع ومرجعنا هو السعودية المفروض احنا ولا واحد فينا يحكي لا شعب ولا ولا بل اللي متكفلة بينا كمرجع هي اللي تحكي هي اللي تتناقض وفي طرق يعني احنا في في عالم في قانون وفي يمكن يطالبوا بتفسير يمكن يعملوا مثل ما عاملت العراق يقاطعون الله اعلم بس في طرق اظن انه يخلوا الاشياء ما بين دولة ودولة بس هات صار مشكلة خليني انا اسألك سؤال منطقي دائما يطرح نفسه لماذا انت كامرأة مسلمة لماذا المسلمين يتحركون لحرق القرآن ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها بينما لا يتحركون لقتل الناس لقتل البشر سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين هذه نقطة مهمة طرحها هو في اللايف طرح قالوا ما اجتمعتوا علي 57 دولة من سبب قرآن انحرق وما اجتمعتوا بسبب ناس تنحرق هذا سؤال واقعي جدا ولكن انت كمسلمة كيف تفسرين هذا الموقف انا نفس اشوف يعني يعني too much it's over reaction اللي جات من عند المسلمين والدول الاسلامية به هالطريقة يعني كثيرة too much لانه بالاخير هاد دين يعني هاد مسألة شخصية فردية اذا انت مقتنع بشيء خلاص انتهى الموضوع ما لازم لا سلواني يغير فيك شيء ولا احد هل تعتقدين ان المسلمين ممكن انه في المستقبل اذا تكاثر او كثرت عمليات حرق القرآن واتسعت رقعتها الجغرافية ممكن المسلمين في نهاية المطاف يتقبلوا هذا الكلام ويصبح الموضوع عادي وخلاص تنتهي صين مثل اوروبا يلا انت تنتقد الدين خلاص انت تروح تحرق القرآن عادي خلاص والله انا اتمنى بس ما اظن شوي صعبة لانه عقلية كارتية انا شفت اليوم سمعت مرأة يعني مدام هي مسلمة وطالعة يمكن بالحجاب بعيدة عن الاخ سلوان هو قاعد يحكي وهيك وهي قاعدة تسب وتشتم بطريقة مو طبيعية يعني نست انها انت ونست انها مسلمة ونست انه هذا قرآن في الوسط محطوط يعني تخيل معي يعني شنو هالبشار وهي في السويد طبعا وفي السويد تخيل معي فكيف اللي بيكون اصلا في بلد عربي تخيل المفروض هاي رسالة كمان اشوفها من من اوروبا كلها انه اذا تريد تعيش في بلدنا لازم تحترم وتتقبل كل شي فيها كقوانين هاي هاي لازم تصير هاي مع المسلمين ما ماعرف كيف رح يتقبلوها لان المفروض كمسلم عايش باوروبا تتقبل كل شي حتى تقاليدهم وتتوقع اي شي مع اولادك مع مرتك مع يتقبلونها تشتغل بالحجاب بدون حجاب يعني لازم يتقبلوا هادشي او يرجعون لبلد الهمجية الاصلية ولكن الا ترينا ان هذا الكلام يعني هل معقول انه انا اجعل حرق القرآن هو المقياس لقبول هذول الناس بالحياة المدنية او لا يعني احنا نعرف بالضرورة ان كثير من الناس عايشين في اوروبا وعايشين في يعني مندمجين في الحياة وكذا ولكنهم بيرفضون حرق القرآن هذه مشكلة هذول الناس مش انهم لا يقومون بحرق لا يقبلون بالشو بيسموها بال بال يعني بالاندماج وكذا وإنما هم لا يقبلون على الحقيقة لا يقبلون بالحياة يعني الحياة الاستفزازية أنه أنت تستهدف يعني شو بيسموه أنت تستهدف مكوني شعبي يعني أنت تستفزني من خلال أنك أنت تحتقرني أنت في هذا البلد لا أنا يعني بطبيعة الحالة أنا معطي كل اللي أنت بدك إياه أنا مندمج أنا بشتغل بحجابي بغير حجابي عادي جدا كل الناس لا بس هي إذا بلد شطبت على كل الديانات ما عندها مشكل مع الديانات طرى مو بس راحوا للقرآن أو راحوا للإسلام خصوصا يعني يمكن يطلع أي واحد بكرة يطلع يبغي يحرق الإنجيل أو هك هما كبلد كبلد نكروا الأديان يعني عايشين بقوانين عايشين بأخلاق بإنسانية المفروض هذا هو يكون المرجع أي واحد فينا وهي أنا أظن في مشكلة وعي وعي جماعي خطير يعني المفروض أنه إحنا نترك الخلق للخالق إذا هما عندهم المفروض الإسلامي هاي أول شيء وكل واحد يكون مهتم يعني أنا إذا عندي شيء دين مسألة شخصية لازم يصير الدين مسألة شخصية بكل بلدان العالم حتى بالبلدان الإسلامية ما لازم يواحد يتحاسب على أنه يرفض القرآن أو يرفض الترات أو يرفض الإسلام كله المفروض نعيش كل واحد يعيش بالطريقة اللي يريدها هاي اللي لازم نتوصلها بس أستاذ شو رأيك بكلام سلوان لما لا أنا بعدين رأيي هذا لسه أنا عندي ناس كثر بدي أخذ رأيهم في البداية ولكن شكرا كثير لمشاركتك عزيزتي سارة وهو على عيني شكرا لأستاذ محباتي لك تحياتي ديري بارك الأحادي شكرا أهلا وسهلا